السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونية على اليوتيوب بالنسبة اللي بتفرج عليه الأول مرة ما ينساش اللايك والشريف في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له بإذن الله لا يتبعنا ما يستفيد من الحلقة اللي نبقى قدمها لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عنها حلقة النهاردة مميزة جدا جدا هعرفكم من خلالها إزاي بنفتح السيرفر المجاني أو بنتعامل مع السيرفر الموجود على أجهزة زيت سات تمانين خمسين وكل الأجهزة الشابعة اللي بتحتوى على نفس المينيو أو نفس القايمة اللي قدام حضراتكم بترى سهلة جدا من خلال الخطوات اللي بعينها لحضراتكم في الفيديو بشرط ركز والشرح من أول دقيقة لآخر دقيقة في الفيديو عشان نستفاد ونطلع مستفادين بأكبر قدرة من المعلومات ونعرف إزاي نتعامل مع الرسيفر دوعا بكل شفافية وبكل سهولة وبكل احترافية جدا في حلقات قبل كده كنت تكلمت مع حضراتكم عن طريق تحديث الرسيفر وعرفتكم إزاي بننزل قنوات الجديدة على الجهاز والشرحات موجودة داخل القنوات يقدروا تورجعونها بسهولة ومرجع على السريع كده بالنسبة للشرحات اللي فاتت عشان نبرمج القنوات وعشان ننزل التردودات الجديدة على الرسيفر في أكتر من طريقها لخاصية البحث منها خاصية البحث الأوتوماتيك كل اللي هعمله أضغط من الرموت على زرار المينيو وأقف على خيمة تركيب وبعد كده أضغط أوكي وادخل على خيمة الأخمر وأضغط أوكي ومجرد ما أقف على الخمر الصناعي بتاع اللون نيل سات أضغط من الرموت على الزرار الأزرق وأضغط أوكي وبعد ما البحث يكتمل وأنا وقف على خيمة الحفظ أقف على كلمة نعم وأضغط أوكي وأيضا بالنسبة للبحث التردودات نفس الخطوات أضغط من الرموت على الزرار المينيو وأقف على خيمة التركيب أو لو انسيليشن وبعد كده أدخل على خيمة التردودات وده موجود أسفل خيمة الأخمر بدخل عليها بزرار الأوكي وبعد كده أبحث أي تردد أنا عايزه أو أضيف أي تردد جديد على الرسيفر وسهل جدا أعدل على التردودات دي سواء بالإضافة أو الحزف يعني بطرقة سهلة جدا أعرفت حضراتكم إزاي بنبرمج الرسيفر ونتعامل مع القنوات الجديدة سواء بالترتيب أيضا أو الحزف لو فيه مجموعة قنوات أنا مش محتاجة على الجهاز بتاعي أقدر من خلال خاصية ترتيب القنوات أو من خلال قيمة الشنال مانيتجر بطرقة سهلة جدا أدخل على قيمة القنوات وحرك القنوات من مكانها أو أعمل عملية نقل القنوات أو الترتيب وفي نفس الوقت لو فيه مجموعة قنوات أنا مش محتاجة على الجهاز خالص أقدر أن أحذفها من على الرسيفر بطاعي بطرقة سهلة جدا وبشرط أن أتبع نفس الخطوات الموجودة في الشرحات أيضا اللي فاتت لنفس الموديل دي أو للأجهزة شبيهة اللي بتحتوي على نفس المينيو كل الأجهزة اللي هتحتوي على نفس المينيو هتتعامل بنفس الخطوات عشان أعدل فخيمة القنوات الموجودة عندها على الرسيفر سواء بترتيب القنوات أو بحسف القنوات بطرقة سهلة جدا من خلال قيمة الشنل بدخل على الشنل مليجر اللي هي قدرت القنوات بزرار الأوكي وبعد ما بضغط على بزرار الأوكي ويظهر معي قيمة القنوات أقدر أن أنا أنقل القنوة من مكانها عن طريق الزرار الأصفر الموجودة عندي في الرموت أحذف قناة مش لزماني أو أي قناة أفلت إشارة وجماعة قنوات اللي أنا مش محتاجها على الرسيفر من خلال الزرار الأخضر الموجود أيضا على رموت الرسيفر وراعي الحرص جامد أثناء حذف القنوات لأن ممكن بطريقة الخطأ أضغط على الزرار الأخضر وأحذف كل قنوات الموجودة عنده على الرسيفر فكل اللي محتاجه أن أعلم واحدة وحدة عن طريق زرار الأوكي على قنوات اللي أنا مش محتاجها فقط ومجرد ما بختار القنوات ديًا بضغط على الزرار الأخضر وقف على كلمة الحاسف أو نعم واضغط أوكي وبالتالي يبقى أنا حذفت مجموعة القنوات وحفصت القنوات فقط اللي أنا محتاجها على الجهاز بتاعي عشان نطلع باحسن قيمة او بقيمة قنوات متراتبة وروع جدا وفيديوهين اخرين برضا عرفتمها حضراتكو في الفيديوهات اللي فاتت واحد من احد الفيديوهات برضا عرفت حضراتكو ازاي بنتعمل مع ملف قنوات دوان ونسحب منه نسخة احتياطية او نعمل نسخة احتياطية منه على الفلاش موموري وايضا عرفتكو ازاي نسحب الملف دوان بطرقة سهلة جدا جدا من خلال الدخول لقيمة اليو اس بي وبعد ما بضغط على اليو اس بي بزرار الوكي سهلة جدا ان انا احفظ ملف القنوات او اسحب نسخة من ملف القنوات الموجودة على الرسيفر وده بيتم عن طريق الزرار الازرق اللي موجود عندي في الرموت وايضا عرفت حضراتكو ازاي بنحمل ملف القنوات للرسيفر دوان بطرقة سهلة جدا في فيديو اللي هو بالنسبة تحديث ملف القنوات عن طريق الفلاش او عن طريق اليو اس بي اللي فاته اي شرح من الفيديو دوان يقدر يرجع له ويتبع نفس الخطوات الموجودة في الشرح وراعي الحرص جامد اثناء تحمل ملف القنوات زي ما حذرت حضرتكو قبل كده لان كل ملف قنوات او كل جهاز بيبقاله ملف قنوات معينة عشان اوصل لملف القنوات الصحيحة لا اي جهاز بدخل على نسخة الهارد وير او نسخة السفت وير الموجودة على الرسيفر وبضغط من الراموت بالترتيب خمستاشر زيرو اتنين هيزهر معي نسخة الهارد وير مثال الجهاز اللي معانا في الفيديو بتاع النهاردة خمستاشر زيرو سيتا ايفي في خمستاشر زيرو سيتا ايفي في ده نسخة الهارد وير اللي هيتعامل مع ملفات القنوات او السفت او بالنسبة للفلاشات اللي احنا بنحملها للجهاز ودي يقدر تحصل عليها من خلال الدخول لقائمة السيتنج او الاعدادات وبعف على نسخة الجهاز واضغط خمستاشر زيرو اتنين يعني بتراها سهلة جدا كل الفيديوهات موجودة داخل خناته وتقدروا ترجعوا لها او من خلال الخطوات اللي انا بذكرها لحضراتكم في الشرح بتاع النهاردة عشان كده بقول لحضراتكم كل كلمة او كل نقطة وكل معلومة ان شاء الله تستفادوا منها من خلال الشراحات اللي بقدمها عشان كده لازم نركز في الفيديوهات ونتبع نفس الخطوات اللي بقدمها لحضراتكم في كل فيديو عشان نوصل لأكبر كده من المعلومات نجي بالنسبة الخاصية التفعيل السيرفر اي كي اس الموجود عندي على الجهاز بتراها سهلة جدا عشان افعل السيرفر بدخل على قائمة النتورك وده عن طريق الزرار المينيو واتحرك بالاسهم فوق وتحت بعد ما بدخل على قائمة النتورك واضغط اوكي وبعدين بقف على كلمة ادفانزت سيت اوب واضغط على اوكي هيزهر معايا قائمة السيرفر اللي يقولها اي كي اس بقف عليها واضغط اوكي واجعل خاصية التفعيل اللي هي اون و اوف اللي موجودة في الاعلى خالص اضغط عليها واختار كلمة اون في حالة ما الجهاز ما بتعرفش على السيرفر يعني اول ما باضغط على كلمة ان ايبل وبغير الوضع بخليه من اوف بخلي اون لو الجهاز بتاعة ما تعرفش على السيرفر وما ظهرش معايا بس افنائية في الحالة دي لازم ارجع لأعدادات النتورك اكيد مليون المية وفيه خطأ في اعدادات النتورك او الجهاز مش متعرف على شبكة الواي فاي اللي عندي او فيه خطأ بالنسبة الانتنة الواي فاي اللي ركبة في الرسيفر او ممكن ان يصادف المشكلة مسلا يكون في عندي اعدادات الراوتر مش مزبطة او الجهاز مش متعرف على الراوتر او الواي فاي بتاعي وسواء انا مركب اي فلاشة لازم اتاكد ايضا من المعلومات تكون وصلة بصورة صحيحة كل اللي هعمله هدخل عن طريق زرار المينيو وادخل على كلمة النتورك عن طريق الاسهم فاقوة تحت وبعد كده بدخل على النتورك سيتنج بضغط على بزرار الاوكي وادخل على كلمة الكونفج واضغط على اوكي هيزهر معي كل الشبكات المتاحة عندي بتأكد من حاجتين عشان اتأكد ان البيانات كلها دخلة بصورة سريمة اول حاجة بالنسبة للباسورد او اليوزر والباسورد الموجودان عندي في الشبكة طبعا الشبكة بتبقى موجودة ومتاحة عندي وزهرها معي في قيمة الشبكات اللي الجهاز متعرف عليها وتاني حاجة بالنسبة للأسفل الباسورد في حاجة اسمها اللينك ده دايما بخليها اخلى علامة الصح جنبها او الوتو لينك دايما بعلم عليها بعلمة الصح وبعد كده انزل على كلمة لينك واضغط اوكي خطوة الصح دي او علامة الصح بحتاجها ضروري لان طبعا مش كل ما افصل للرسيفر او الجهاز يفصل من الكهرباء وارجع شغله هدخل ادخل الاعداد من اول وجديد انما علامة الصح اللي انا بحطها على الناتورك ديا بتحافز على الاعدادات انها تفضل من ثبتها والجهاز يتعرف على الناتورك بطريقة اوتوماتيك في حالة ما نفصل الباور او في حالة ما يفصل الجهاز وشغله مرة اخرى بعد ما فعلت الناتورك بتاعي الاحظ ان شبكة الاي كي ايس وخدمة السيرفر بتاع الاي كي ايس ايضا اتعرفت معها بصورة اوتوماتيك يعني بتراية سهلة جدا وبخطوات بسيطة من خلال قيمة النتورك سيتنج بعد ما بنعرف شبكة الواي فاي على الجهاز بتاعنا هلاحظ طول ما انا معلم على علامة الصح والنتورك بتعرف بصورة اوتوماتيك كل ما بافصل الجهاز واشغله باذن الله الاي كي ايس الاي كي ايس اللي هي خدمة السيرفر هتتعرف اوتوماتيك ايضا مع النتورك يعني بطريقة سهلة جدا قدرت افعل الاي كي ايس والسيرفر بتاعي الموجود على رسيفر زيد سيدي او زيد ايس تمانين خمسين وكل الاجهزة الشبيهة بطريقة احترافية وبطريقة سهلة جدا واستكملا للشرحات اللي انا بقدم على حضراتكو بالنسبة لتحديث الرسيفر دون والاجهزة الشبيهة اللي هو رسيفر زيد سات زيد ايس موديل زيد ايس تمانين خمسين وكل الاجهزة الشبيهة من خلال حلقة النهاردة عرفت حضراتكو ازاي بنفعل السيرفر المجان الموجود على الجهاز او نضيف اي سيرفر وفي نفس الوقت هيزهر لي تاريخ الصلاحية بتاع السيرفر الموجود على رسيفر بطريقة سهلة جدا في خانة الاكسابير ديت لو عجبك الفيديو استفدت مني اي معلومة او لو اول مرة تتفرج على خناتي وحابب تتابع كل الشرحات في مجال الالكترونيات اضغط لايك واشترك في الخناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان يوصلك مني كل ما هو جديد في عالم الالكترونيات بكده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة